بسم بحيري بيقول إيه النقطة اللي ممكن توقف كيرف كولر عن الصعود وإيه اللي المفروض المنافس يعمله عشان يكسب الأهلي تكتكيا إيه الحلول للمتاحة ليورجان كلوب بعد تخلي ليفربول عن نصف ملعبه كاملا لما استخدام لعبين مختلف الطباعة عن كل المغادرين وهل ترشح وجود ياجو ألكنترا كلاعب رقم 6 في الشكل الجديد ليفربول يلا هو ده سؤال طويل قوي بس حلو قوي فتعالوا نجاوب عليه يلا السؤال ده محمود جمال هو اللي سأله طيب خلينا نركز فيه السؤال ده أول حاجة إيه النقطة اللي ممكن توقف الكيرف بتاع كولر عن الصعود أولا الميزة الرئيسية عند كولر أكتر منها ميزة تكتكية هي ميزة اسمها بناء الانفيرومنت وخلينا نعترف لكم اعتراف في نص الموسم بعد كاس العلم للأندية اهتز مستوى الأهلي على مستوى الدوري شوية في الأداء فكان عندي بعض أصدقائي الأهلوية بيكلموني وكنت بقولهم أنا الآن شوية على أن الاهتزاز اللي حصل في المستوى بتاع الأهلي بعد اللي حصل ده والاهتزاز بتاع الخسارة بتاع سانداونز والاهتزاز بتاع مباراة الهلال السوداني محق كبير جدا لأن أنا ابتديت أبقى الآن من هالكولر هيكون عيندي مع الفكرة الهجومية اللي هو مصر يطبقها ولا هو هيتراجع عنها حاجة بسيطة ويغير الشكل اللي بيخدم الفكرة بتاعته كمدير فني فأنا هنا كنت ألقان من كولر ويمكن الكلام ده أنا حتى مقلتوش في التلفزيون مقلتوش في الميديا مقلش أي حاجة عن كولر سلبية من يوم ما جاء لأنه كان مجرد قلق انطباع وأنا مش هنقل انطباعي للهواء أنا بتكلم حقائق أغلب الوقت قدر الإمكان يعني لكن انطباعي وقتها كان فيه قلق الميزة الرئيسية اللي عملها هنا مارسل كولر انه غير في المصار انه عالج المشاكل اللي شافها ودي المقطة اللي بتبقى جوهرية جدا في رؤيتي للمدرب لأن فيه رؤية اللي هي اسمها بيئة النجاح اللي هو النظام الشغل اللي هو احنا بنتمرن كم تمرينة بنعمل استشفى ازاي بنتعامل مع اللعيبة نفسيا ازاي اللعيبة بتتوحد حوالينا ازاي اللعيبة بدنيا بتشتغل ازاي الأشكال بتاعت التدريبات مصيرة لانتباه واهتمام اللاعبين قد ايه الحاجات دي هي اللي بتصنع البيئة المريحة للعبين والقيمة طبعا فبالتالي انت لما تبصها تلاقي ان الميزة الرئاسية عند الراجل ده ان محمد هاني جاب فورما عب منعم جاب فورما يسر ابراهيم جاب فورما معلول جاب فورما شنوية جاب فورما مروانة عطية فورما ديانجة فورما حمدي فتحي فورما بيرسيتاو فورما حسين الشحات فورما وكهرباء فورما بالمناسبة كهرباء ما كانش فورما مع موسيماني دمشي بيرسيتاو ما كانش فورما مع موسيماني كان مصاب حسين الشحات ما كانش فورما في مرحلة موسيماني وما قبل موسيماني كمان وكان فيه كلام كتير على احتمالية رحيله عدد كبير جدا من اللعيبة ما كانوش فورما فدخول اللعيبة دي فورما بيقول ان المدرب ده نجح في الوظيفة الرئيسية ليه انه يساعد اللعبين دايما انت بتحكم على المدرب كويس من الوحش هو ساعد اللعيبة على التطور ولا لا فهو ساعد اللاعبين على التطور 100% طيب أفكاره التاكتيكية بقى أفكاره التاكتيكية كانت فيها مشاكل جفل وسط الموسم وأمعامل هوب ستوب 4-3-3 الفرقة ضارت كما لم تدور من قبل وبالمناسبة هو ده عمله قبل كده برضو بيتس الموسماني بس لم يستمر عليه ودي كده حاجة أنا كنت مستغربها شوية بس يعني هو كان مدرب جيد وعنده مزايا وعيوب وزاياي بني آدم فالميزة الرئيسية أنه استغل ديانج وستغل حمدي فتحي وقوتهم البدنية في أنهم يحطوا ضغط شرس على المنافسين فبالتالي المنافسين بقواش قادرين يتنفسوا فساعد ده لعبت الأهلي كثير على أنهم يكونوا أليح دفاعيا فكانت النتيجة الفوز بالمناسبة الطريقة دي لما استخدمها موسماني مع الأهلي كسب للأهلي السعودة 4 فبالتالي هو الطريقة اللي استخدمها مارسل كولر ما كانتش طريقة إبداعية خرافية عظيمة أنت بتكاهي لا هي طريقة مش بس هي دي نقطة قوتها هي نقطة قوتها الرئيسية كانت أن هي ريحة اللاعبين لأنها اعتمدت على الديناموهات الرئيسية بتاعت الفريق حمدي فتحي وقاليو ديانج طيب إيه النقطة اللي ممكن توقف كولر عن الصعود إحنا ما شفناش كولر في الموسم الثاني مع الأهلي لما المستوى التوقعات وتطلعات ارتفع جدا إحنا ما شفناش كولر مع التعامل حتى هذه اللحظة مع الحاجات اللي هي الفترات بتاعت انخفاض مستوى اللاعبين مع خد بالك من حاجة مع التحام المواسم لأن السنة اللي فاتت كان فيه فترة راحة أخدها لنجوم فعلى الأقل كان فيه فك للتحام المواسم السنة دي لأ والسنة دي مرة تانية الأهلي هيعاني من اللعنى منه الموسيماني في آخر موسم كسس أمم أفريقيا داخل واخد لعبتك أغلب الوقت أو فترة طويلة يعني فانت هنا بتتكلم في إن دي تحديات خلينا نشوف كولر هيتعامل معها إزاي ومرة تانية اللي أنا حبيته في كولر إنه لما ابتدى بنا صح مع الجمهور أعتقد إن الجمهور هيوقف ضهر حتى لو فيه إخفاقات في النوقت للتانية يعني فيش مدرب ما بيغلطش فيش مدرب ما بيخسرش يعني إيه اللي المفروض المنافس يعمله عشان يكسب الأهلي تكتكيا المنافس هيحتاج إنه هو يعرف يطلع من الضغط القوي اللي بيحطه عليه لعبت الأهلي تكتكيا ولما لعبت الأهلي اللي زي ديانج وحمدي فاتحي هم الأساسيين أو فخري وديانج إنما لما تبقى الكرة في رجل فخري وديانج وإنت تعرف تطلع من تحت الضغط وتعرف تدافع بعشة وركورة فتجبر ديانج وفخري إنهما يبقوا صنوع ألعاب فما يعرفوش يسمعوا اللعب لأنها مش مميزاتهم ربما توقف الأهلي بينما الأهلي المفترض دلوقتي يسأل نفسه سؤال الناس عرفت هتوقفني إزاي؟ أنا المفروضة فوق كده إزاي؟ فبالتالي عشان كده هتلاقي إن ميزة في إمام عشور إنه بيديك نفس معدلات الضغط بتاعت حمدي فاتحي بس كورته كمان أعلى إنما اللي مش ميزة في إمام عشور عن حمدي فاتحي إنه حمدي فاتحي في ألعاب الهواء أقوى بكتير جوه منطقة جزاء المنافسين إمام ما بيلعبش بدماغه برغم إن إمام في الطول هو طول حمدي فاتحي أطول منه سنتي فبالتالي لو إنت قدرت تطور إمام في الهد يبقى هايل لو ما قدرتش هتبقى محتاج تطور أليو ديانج في الهد فيبقى هايل لو ما قدرتش هتبقى محتاج تتعاقد مع لاعب بيلعب بالهد كويس عشان ما تخسرش الحتة دي في الموضوع إيه الحلولة المتاحة لليفر بول ليفر بول بعد ما تخلى عن نص ما لعبه كاملا ليفر بول تخلى عن نص ما لعبه كاملا أعتقد بدون تخطيط يعني أعتقد المخطط لي كان نابي كايتا وأوكسي تشيمبرلين والنوعية دي من اللاعبين لكن فجأة جاله هندرسون وفابينو وفي السوق الحالي في الاستثمارات بتاعة كرة القدم لا يمكن أقول على لاعب داخلي في الثلاثين أو عدى الثلاثين وجايله عقد بفوق الثلاثين مليون وقول لا لأن في النهاية ده زي كأنك كده بتتفوت فرصة ذهبية إنك تعود أو تكسب فلوس من لاعب هو في العادي هو خلاص ابتدى يبقى بالنسبة لك هو أداء بلا فلوس عمره ما يقدر يبقى عادة استثمار إنما إنك كمان تبقى بعد ما استغلت اللعيب السنين دي كلها تعيد استثماره ما ينفعش تقول لا طيب ده على المستوى الاستثماري ماذا عن الجانب الرياضي على الجانب الرياضي مفيش نادي المفترض يكون مش جاهز ببلان بيل كل اللعيب يعني هديك مثل برايتون كان سي او بتاعهم بيدي نموذج وبيتكلم بيقول أنا النهاردة عالف لو فلان مشي السنة الجاية أنا هجيب مكانه مين فلان ده أنا هتمسك بيل وهطلب فيه أعلى من تمنه الحقيقي عشان ما يمشيش بس لو جاله أعلى من تمنه الحقيقي واضطريتها مشيه أنا لازم أكون عارف مين اللي جاي بعده عشان كده الفرقة مع تلتش بعد كوكورالا على سبيل المثال الفرقة مع تلتش بعد ما مشي المدير الفني وجي مكانه دي زيربي الفرقة مع تلتش جرهام بوتر فانشنا بالتالي الفرقة عمرها مبتعة طلطول ما فيه تحضير هل ليفرد بول محضر أنا معرفش لأن الموضوع أعتقد بتاع هندرسو المفابين وتحديدا جاب شكل مفاجئ جدا اشتركوا في القناة